هو ليه جمالي الزمالك بالمناسبة بتعشق شكبالة هل بس عشان بطولات تحقها مع الفريق هل هو عشان لعب حرفه مهاري بس لا عشان دي بس دايما لغز بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر يعني تلاقي الناس بس يقول لك ايه يا عموها شكبالة عمك كم بطولة مع الزمالك يا عموها شكبالة تاريخه ده فيه كم جول لا جمالي الزمالك طعشق شكبالة علشان طول الوقت كانت شايفة مسؤول شايل فرقة شايل مسؤولية الفرقة فدي مش حاجة سهلة بالمناسبة يعني تفكرنا حاجة بسيطة يعني انك تشيل مسؤولية فريق الزمالك تحديدا عن ايه فريق اخر بالمناسبة دي حاجة صعبة ليه انه الزمالك عادة عادة قدروا كده قدروا كده للأسف يعني عايش طوال سنوات طويلة في مشاكل وازمات وحاجات ادارية وحاجات فنية طول وقت فاللعيب اللي بيشيل بقى مسؤولية القائد في الزمالك ده شايل كل الحاجات دي مع بعضها فحاجة صعبة يعني بالمناسبة يعني بما اني ذكرت الشيكبالة بعد مباراة الزهب وشيكبالة كان موجود في الفرقة ناس كتير حملت الشيكبالة انه الفريق ما كسبش وانه الشيكبالة كده بيخلص وانه الشيكبالة كده مش مفهودي بقى اساسي وانه الشيكبالة بيبوز الرتم بتاع الفريق بص هتفق معاك في حاجات وهختلف في حاجات كتير اوشي الشيكبالة في ظروف صعبة جدا مر عليها الزمالك في الشهور فاتت وكانش فيها دعامات وكانش فيها العيبة وكانش فيها اي حاجة كان بيشيل مسؤولية وكان مؤثر جدا وكان بيسجل وكان بيصنع وكان بيدي مجود كبير جدا رغب العمر ده تمام انت دلوقتي كمشجع للزمالك شايف عناصر كتير مميزة تقدر تشيل في الفرقة فحسيت انه يا عمي لقى الشيكبالة خلاص بقى يا السلام لا بيشيل هوم هو بيشيل مع هو دلوقتي ما بقى الشيكبالة بقى فيه ناس بتشيل معاه فانت قلت ايه طب خلاص بقى الشيكبالة ليه طيب فنيا لو انا مثلا المدارب بتاع نادي الزمالك هتعامل مع الشيكبالة زي ما تم التعامل مع فرانشيسكو توتي في اخر موسمين معاه في إيس روما توتي في اخر موسمين في روما ما كانش اساسي انت موجود انت مهم انت مهم انت مش قاعد تكريم انت هتنزل في اوقات انا عارف انك هتخلص للمطش انت موجود ومهم عشان انت اللي بتعرف تشيل مسؤولية الفريق وانت اللي تربط الفريق ده بشكل كويس اتمنى ان الشيكبالة يبقى عنده العقلية دي وانه الجهاز الفني يساعده في ده ليه الشيكبالة لو بدأ مباريات كتير في مباريات هيلعبها كويس بالمناسبة الشيكبالة امكانياته كبيرة اوي اوي يشيل يعني ولسه بدنين كويس بالمناسبة بس لما يبدأ مباراة فيها كوة بدنية وتفاصيل كبيرة عمره ما هيعرف هيعمل مسلا اللي عمله زيزه النهاردة لو يرجع لاخر النقطة عنده يعني مش هادر يعني احبه عايز عشان بحب الزمالك وبعش بس ها مش هادر اعمل ده ممكن اعمل حاجات تانية فالمباريات اللي زي دي ما تبدأش بشيكبالة في مباريات بيقابلها بيلعب فيها الزمالك بتبقى مباريات سهلة حتى بدنيا ابدأ بشيكبالة بس يبقى الشيكبالة فاهم انه انا دول الوقت دوري مختلف عن سنوات فاتت دوري موجود على الدكة هشارك في وقات معينة كسب الفرقة هبقى قائد للفريق ألم الفرقة لو في اي مشاكل او ناس مش مركزة ده دور مهم جد